نريد أن نتبع معي جيدا في هذا الدرس لأنه يوجد بعض التعقيدة وهذا الهدف الرئيسي هو نعرفه هذا Doctype اللي هي أول طاق نكتبه في HTML للصالح حسنا نبدأ هذا الكود HTML لدينا تقريبا كما قلنا هو standard سأتعاود بكثير وهذا هو الذي تهمنا لكي نرى باللين باللين هو أول طاق أول طاق في هذا هي Doctype لا يمكن أن تكتبه في page HTML حتى تضع في هذا اللين وهذا اللين تتحكم في الكثير من الحويج وهذا ما سوف نحضر عليه اليوم Doctype HTML إذا كتبناها بهذه الطريقة كانت ثلاثة من الحويج التي سوف نحضر عليه اليوم أول شيء يبدأ وأول خاصية هذا Doctype CD سيكون في الهدف الرئيسي لذلك أول اللين إلى أول ستر و نيفو الكود HTML لدينا يجب أن يكون هو Doctype HTML لذلك سوف نكتبه بهذه الطريقة و سوف نعرفه لماذا سوف نكتبه بهذه الطريقة ثانية هذا Doctype HTML تقول المتصفح تتبع عليه بعد القوائد لكي ترونده و تعطيني ريزيولتك ما يعني برونده؟ هنا لا تكتب الكودة HTML ما الذي يقرأه؟ يقرأ المتصفح لذلك سوف نسميه رونده يعني يقع لكي ترونده كي ترونده تشد HTML من الكود و يقع لكي ترونده يعني كي ترونده و يقع لكي ترونده لذلك هذا Doctype أشنو كتدير؟ كتقول المتصفح رونده لي هدو لذلك أعطيني هدو الرزيولتا ولكن سيدي تبع لي بعض القوائد لذلك هذا Doctype الدور ديالها هو كتقول ماشي غير اللي كنت كيفاش تكشف الكود ما كتقول حتى المتصفح كيفاش يعطيك الرزيولتا ولا كيفاش يرونده لي كذلك الرزيولتا أوكي هدو Specifications هما القوائد لذلك نسميهم Specifications أو بالاختصار Specs لأنه كان واحد الورغانيزم اسمته W3C هو اللي يتكلف بأنه يضع هدو القوائد كيفاش أولا الكود ديالك خصويتكتب وكيفاش تاني المتصفح يرونده اوكي ثالث حاجة وهنا فينا قد تتعقد الأمر شوية هذا Doctype الدور ديالها الثالث هو كتقول المتصفح شوف ما تدو لذلك Work Mode ما تدعون دياله العباج على استعمالي إذا كنت كتبت هذا الدكتور في استعمال لا تدو القوائد كيف هو بعد هذا القوائد كيف هو بعد هذا موض أفضل ما تدعون ما تدعون تدعون مثلا الموض لماذا تدعون الموض كما تدعون من الموض من الموض لا تدعون الكثير من الموض لذلك تسويت الموض الموض غير هي وطريقة كيف الموض سيبدأ تعمل مع رسورس هذا Doctype لا يوجد علاقة مع الموض هذه المتافور هذا Doctype كيف تعمل هناك لذلك تسويت الموض تسويت الموض كيف الموض سيبدأ بالكود ومع هذا الموض لا نريد أن تدعون لذلك كيف تدعون في هذه الطريقة Doctype وفي هذه الطريقة لا نريد أن تدعون كورك ما هو بعد هذا كورك ما هو المشكلة التي يستطيع أن تدعون